أيها الأخوة أول نقطة لا تنزلتها إيانا جميعاً والإيانة لكان طفل ونبهي عن إيانة فما بال إيانة بكلمة أو بنظرة احتقار أو بتقديل من أمر يعني معي مثلاً يعني هو متعلم يقولها أنا جاهلاً أو تكلمت في أمر يضحك أو يصغر منها مع أنها ربما تنمي الصواب أيها الأخوة كما هو الحاب في كثير من الأحيان تكون المرأة يعني صاحبة حنكة وصاحبة يعني رائع السديد وهذا الأمر ذكرني بسؤال سوي سمحت الشيخ قبل ما أترك من 14 سنة في الجامعة قال سمحت الشيخ معنا في إيانة يبحي أمي محاضرة للطالبات فسئل عن ما يقال أن المرأة أمن الرجل أفضل من المرأة فبدأ الجواب سمحت الشيخ قال قال يوجد رجل يوجد رجل لا يساوي قلامة ضفر المرأة ما المرأة أولا إدها قلامة ضفرها قلامة ضفر المفصولة للجواب يقول يوجد رجل بالنسبة للمرأة لا يساوي قلامة ضفرها قدراً ما خانت المرأة تقييم يوم واحدة وإخواني كل واحدة للشباة يعني امرأة تشتكي من زوجها من قثر عزق الله شوق الخبر يديها سكرار ونعلم هذا الشاب يوم أنا وعلي كان حصن خلاف منه من زوجته ودخلت معاهم من خبر يقول أنا ما أدخل عليها شيء إيه يوم مصاي ما أقول لي نروفهم وإتقيهم لي وانت تذكر شرب خبر قال لنشاء الله عليها أي أمدن ما عليها كلام تردت عليها شيء عندنا ملاحظة عليها قال لا أمدن دائماً يعني محافظة على صيامها ويثني عليها كلا ويديها سكرار في ذلك هذا يساوي شيء قابل هذا الغراء هذا يساوي شيء أيها الإخوة ثانياً إحسان المعاملة يا سلام أمامكم هناك حسن المعاملة وحسن المعاملة قالت تذكر زوجها فقدت زوجها تقول في آخر حديث بيني وبين زوجي كنت يعني تخرج قبل هذه المدرسة تقول في ذلك اليوم سبحان الله وكان وكان طبعاً ذلك الشاب كان أو الزوج كان زوجاً صالح يقول تقول خرج برفقتي وانا خرج إلى السيارة رايح إلى المدرسة كان هو يعني ما بيطلع مطرع عمله ما بيطلعه تقول ما خرج ولأول مرة يعني تقول عودت من أفس المعاملة لكن بيكي يوكي أمريك كأنها وداعي تقول خرج برفقتي إلى السيارة وعندما وصلت إلى الباب فتح للباب وركبت وماركت بعد ماركت في السيارة خلقت الباب ما ذكر شي يعني تقول قالها شي كلام وضع عدلت بعد موالرتها وصيبها من جلطة فتوفي يعني ما كان معم ما كان معم ما كان معم من الشيء حسن المعاملة هو شأن الإنسان المؤمن أيها الأخوة حسن المعاملة حسن الأخوة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجعب الله تعالى من بعترنه السابق لماذا وصل لماذا وصل للجاهلية قبل البعض مكارم الأخلاق كان معروف بالصادق إنما وعدت من جمم مكارم الأخلاق وعندما سينت السيد عائشة عن رسول الله سبع خلق رسوله قالت كان خلقه لأبورها شكرا